موسيقى انتهت إذن انتخابات الكنيسة الثانية لهذا العام فيما تشير نتاج الأولية إلى بقاء الأمور على حالها أي توزع غالبية الأصوات بالمناصفة بين المتنافسين حزب اللكود وتحالف كحولفان أحد أهم الخيرات للخروج من مأزق تشكيل الحكومة يتمثل في إنشاء حكومة وحدة وطنية سنناقش في المدار الأول ما هي هذا النوع من الحكومات الظروف التي تدفع نحو تشكيلها والتحديات التي قد تواجهها أولي قد سنضيك الاقتراع ويستدل من النتائج الأولية لانتخابات الكنيسة الإسرائيلية أن الأمور عادت تقريبا إلى المربع الأول إذ يراوح ميزان القوى ما كانه بين حزب اللكود وتحالف كحولفان هذا يعني وفق مختصين أنه لا مناصة من تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تناوب خاصة وإن حزب إسرائيل بيتينو الحزب المعلقة برقبته مصير الحكومة القادمة متمسك بهذا الخيار على غرار ما يجري في أماكن أخرى من العالم تطرح إسرائيل سيناريو حكومة الوحدة الوطنية في حالات محددة يشمل هذا الحروب والكوارف التي تتطلب إجماعا سياسيا ووطنيا كما حدث في حكومة ليفي إشكول التي تزامنت مع حرب عام 67 وحكومة جولدا مئير إبان حرب يوم الغفران عام 73 وحكومة إرئيل شارون التي صعدت مع انطلاق انتفاضة الأقصى هذه الحكومات كانت أقرب إلى حكومات تحالف لاجأت الكتل الكبيرة فيها إلى ضم شخصيات من الكتل المنافسة الحالة الرئيسية الأخرى والأبرز في إسرائيل تتمثل في تساوي عدد المقاعد بين الكتلتين الكبريين والرغبة في تحاشي حكومة ضيقة ما يدفع باتجاه تشكيل حكومة موسعة كما حصل مع الحكومة الحديث والعشرين والثانية والعشرين أو غسطة الثمانينيات والتي تنوب على رئاستها كل من زعيم حزب المعراخ الأمالي شيمون بيريس وزعيم الليكود إسحاق شمير أرد شمير في الحكومة الثالثة والعشرين لاستمرار على نفس النهج لألا تعتمد حكومته على الأحزاب المتدينة الصغيرة قبل حجب الثقة عنها وسقوطها عام تسعين لا تحمل حكومة الوحدة حلولا سحرية وأجوبة على كل التساؤلات بل لها أيضا سلبيات تتمثل في انشقاقات محتملة في صفوف الأحزاب المختلفة لرفضهم اتفاقات معينة حول التنوب وتوزيع المناصب إلى جانب تقليص معارضة وإضعاف الرقابة والشفافية بما أن مختلف الشرائح السياسية أصبحت في القيادة وفي حال تشكيل حكومة الوحدة الآن تبرز أسئلة مشابهة تتمحور حول من سيرأس الحكومة أولا زعيم الليكود بن يمين نتنياهو أم زعيم كحولا فان بن جانس وما مصير اتفاق التنوب بين جانس والزعيم الثاني لتحالفه يئير لبيد في هذه الحالة وما هي الضمانات التي ستقدمها الأطراف للإفاء بتعهداتها وعدم الانقلاب على بعضها بعضا خلال فترة عمل الحكومة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي في الستوديو سيد بندرور يميني الكاتب والمحالل السياسي وأيضا ينضم إلي من القدس عبر الأقمار الصناعية المحالل السياسي شلومو جانور أهلا وسهلا بكما اسمح لي بأن أبدأ معك سيد يميني سؤال عام قبل كل شيء ماذا تعني بالضبط حكومة وحدة وطنية أو تناوب وما أبرز الظروف التي تعرضت لها إسرائيل والتي دفعت نحو تشكيل هذا النوع من الحكومات حينما يكون هناك تعادل سياسي وهذا لم يحدث في الكثير من الحيان أو في حالة طوارئ وطنية حكومة الوحدة الوطنية الأولى كانت عشية حرب عام 1967 حينما كانت تهديد ضد إسرائيل وقيمة حكومة الوحدة الوطنية الأولى انضم من أحن بيجين وفي سنوات الثمانين على عكس ما يظن الكثيرون كانت حكومة الوحدة الوطنية حكومة ناجحة هي قضت على التضخم المالي الرهيب الذي عانى منه الاقتصاد وقامت بتثبيت الوضع الاقتصادي فيما بعد كان هناك الفشل نصيب حكومة الوحدة بسبب القضايا السياسية والخلاف حول اتفاق لندن الذي وقع عليه شيمعون بيريس مع الملك حسين في العام سبعة وثمانين جاء بيريس إلى إسحاق شمير وشمير رفض الاتفاق الذي توصل إليه بيريس مع الملك حسين وكانت هناك محاولة بيريس للانقلاب على شمير لكي يتم خلق تحالف بين حزب العمل والأحزاب المتدينة وهذا فشل وبعدها رأينا حكومات وحدة هي أكثر على شكلة حكومات تحالف مع شارون كرئيس حكومة ووزير دفاعي كان رئيس حزب العمل لا يمكن الحديث عن فشل نموذج حكومات الوحدة الوطنية حكومات الوحدة الوطنية كانت دائما قاسية مع المتدينة على سبيل المثال وزير المالية بن يمين نتناهو في العام 2003-2004 في حكومة وحدة كان قاسيا ضد في تقلصاته الاقتصادية ضد المتدينين نعم أريد أن أنتقل بالنقطة الأخيرة التي ذكرتها إلى سيد شلومو جونور والذي ينضم إلينا مر القدسة سيد شلومو جونور سمعت ما قاله السيد يميني توجد لهذا نوع من الحكومات إيجابيات كالتغلب على التضخم في سنوات الثمانينات لكن هناك من يقول بأن ربما أحيانا لكلها سلبية تتمثل في ضعف المعارضة يتمثل في تقريص الشفافية والرقابة وكما تفضل سيد يمين أيضا هنا تذوب وتنصهر الفرقات الأيديولوجية والدينية في هذا النوع من حكومات موسعة ما هي إذن التحديات عمليا وما هي الأمور السلبية التي ترافق هذا نوع من الحكومات أعتقد أن الجواب يكمن في السؤال فهناك سيئات وهناك إيجابيات في تشكيل حكومة وحدة وطنية من جراء التجارب التي اشتزتها إسرائيل خلال الأربعين سنة الأخيرة ولكن الأهم هو الأساس هو الرغبة في اجتياز المحن التي تواجه الدولة واجتماع جميع الأحزاب بناء ويجب لالتفاف رص الصفوف لمواجهة التحديات تحديات مثل الكوارث مثل أزمات اقتصادية واجتماعية حد أو حتى لا سمح الله تحديات أمنية خارجية تفرض على إسرائيل مثل حرب الأيام الستة وحرب أكتوبر 73 كل هذه الأمور هي اشتازتها الحكومات الإسرائيلية حكومات الوحدة الوطنية بصورة إيجابية ولكن كما ذكر زميلي يميني في الستوديو هناك أيضا مصاعب أو تجاوزات أيديولوجية خاصة إذا بين كتبي الخارطة السياسية أي بين الليكود وبين حزب العمل آنذاك التجمع بين الثمانينات شامير بيريس أو بين أيضا هذه الأيام بين نيتانياو وغانس بالرغم من أن هناك كواسم مشتركة تجمع الكتبين السياسيين في الخارطة السياسية بالنسبة للمواضيع الأمنية بصورة عامة وبعض المواضيع السياسية مثل خارطة الطريق التي هي على عتبة التحدي الذي ستواجهه أي حكومة سواء حكومة أقلية أو حكومة وحدة وطنية ولا شك أن وصول المبعوث الأمريكي مساء اليوم إلى إصايل وللقاء هو المرتقب مع نيتانياو ومن ثم مع جانس هو تحدي أو أيضا ضغط أمريكي دمني على الشركين لمناقشة أو لاتخاذ موقف موحد إذا صفقة الفرن وهذا هو تحدي كبير لأي مسؤول أو أي حكومة إسرائيلية جديدة نعم الانتخابات الحالية سوف أعود إلى نتجها في سؤال لاحق سوف أطرحه لكن أريد أن نبقى في خلفية هذا نوع من الحكومات سيد أميني أنت قلت قبل قليل بأن عمليا هنا فرقات واختلافات أيديولوجية الآن حكومة موسعة ما هي العقبات أمام تشكيل هذه الحكومة في ظل وجود فرقات أيديولوجية كبيرة جدا أنها تتحدث من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يعني المرحلة التي تسبق تشكيل حكومة هناك نقطتان مثيرتان هذه الانتخابات أثبتت أن الجمهور يسير باتجاه الوسط وليس باتجاه التطرف ميرتس ضعفت اليمين المتطرف لم يجتاز نسبة الحسم اليمين الأقل تطرفا ولكن هو يمين حزب يمينة حصلت فقط على سبعة مقاعد هناك محاولة للوسطية سبع ثماني مقاعد انتقلت من معسكر واحد إلى معسكرين الليكود بدأ الحملة مع تسعة وثلاثين مقعدا وانتهى بها إلى واحد وثلاثين مقعدا المهم أن هذه الفوارق أن تقوم حكومة وحدة وطنية هذا لا يعني أن وضع الأقليات سيكون أحسن إذا ما نظرنا إلى الحرديم المتدينين والمتشددين وإلى العرب هذه المجموعتان العرب الحرديم حصلوا على كل ما يريدونه لأنهم كانوا جزء من حكومة ضيقة ولكن إذا ما نظرنا بالمعايير الاقتصادية والمعايير الموضوعية العقد الأخير كان العقد الأخير بالنسبة للعرب في إسرائيل الخطأ الخماسينية بالنسبة للتشغيل خطط التربية والتعليم هذا كان العقد الأفضل وحتى السياسيون العرب الذين لهم انتقادات محقة تجاه الحكومة في قضايا أخرى فيما يتعلق بالميزانيات هذه المرة لا توجد لهم على ما يشتكون هم يعترفون أن هذه الحكومة كانت الأفضل تجاههم ونحن لا نحب تحريد بين يمينتناه ضد العرب وكانت أجواء من التحريد خلقها بين يمينتناه تجاه العرب ولكن موضعيا كان هذا عقدا رائعا فيما يتعلق بالمواطنين العرب قد ينتهي هذا العقد إذا ما قامت حكومة وحدة وطنية نحن لا ندري ماذا سيحصل ولكن هناك صعوبة كبيرة والفوارق كبيرة زميلي جانور تحدث عن قضية المبعوث الأمريكي وهذا مهم ربما الأمر الذي سيوحد الحزبين الكبيرين كحولفان والليكود هي الخطة الأمريكية فإذا نتناه قبل هذه الخطة فأنا أعتقد أن جانسا يقبلها وهذه قد تكون محفظ لحكومة وحدة وطنية محفظ أمريكي سيد جانور كارب ودي أنا أسألك عن هذا المحفظ الأمريكي لكن هنا حاجة ملحة لأن أسألك في البداية عن موضوع الأقليات تحدث أسيد هنا عن الأقلية المتدينة اليهودية وعن الأقلية العربية ما مصير الأقليات في هكذا نوع من الحكومات سابقة أما الحكومة الحالية التي سوف تنشأ قريبا عادة أن الأقليات وهذه من تجارب المجتمع الإسرائيلي ومن جراء تجارب حكومة الوحدة الوطنية في السابق دفعت الثمن للأسف الشديد سواء كانت الكتل المتدينة أو الكوائم العربية المختلفة ومن هنا أيضا الاقتراح الذي جاء به ليبرمان وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية والتركيز هنا على الكلمة ليبرالية أي بدون الانحياس إلى أي من الأطراف أو الكوائم المتدينة بل الحفاظ على الستاتيكو أي على الوضع الكوائم بدون إرغام أي شريحة من المجتمع الإسرائيلي بالخدوع أو بالخنوع إلى كوائم أو طيارات أخرى أعتقد بأن هذه المهمة ستكون أمام أي حكومة قد تشكل في إسرائيل مستقبلا خاصة في تزايل القدرة ونسبة الكوائم العربية وثقلها في هذا الميزان في السياسي وبنجهة أخرى الاتفاق الذي توصل إليه النتنياهو صباح اليوم مع الكوائم اليمينية والمتدينة برص الصفوف والدخول في أي حكومة اتحاد وطني شريطة أن يدخلوا جميع القوائم باكمالهم وبدون أي انفراد أو أي انقسام والشرط الثاني أن يتزعم نتنياهو مثل هذه الحكومة أعتقد بأن القرار أو الاتفاق الذي توصل إليه هو بمثابة بلوك حاسم لتشكيل أي حكومة ويتعين اجتياز هذه العرقيل نعم لم يقع الكثير من الوقت أريد منك إجابة سريعة لو سمحت الآن ما برأيك سوف يحصل في الحكومة القادمة نتيجة المساعر الداخلية والخارجية للم الشمل السياسي الإسرائيلي خاصة أن هناك من يقول بأن نتنياهو عمليا يناور هذه الفرضية الوحيدة لا توجد فرضية أخرى هناك معسكران كبيران لا يتمتع أحدهما بأي أغلبية ليبرمان لن يخون ناخبه ولن ينضم لحكومة ضيقة النقطة الثانية وهي مهمة جدا هي القائمة المشتركة نجاح باهر ولكن اللافت أن 87% من العرب في إسرائيل بحسب استطلاع أخير نشر مؤخرا يريدون شراكة عربية في الاتلاف الحكومي وهناك ثمت فرق بين القيادة العربية وبين الجمهور العربية الجمهور يريد هذه الشراكة في الاتلاف والقيادة تظهر خطا أكثر متحفظا أنا أمل أن يتقلص هذا الفرق وأن نرى في الأيام القادمة وربما في أسنوات القادمة أن يكون العرب جزء من الاتلاف وهذا سيكون جيد للجميع سيدة بندرور يميني الكتب والمحالة السياسي كانت تكون معي هنا في الستوديو وأيضا انضم إلينا المحالة السياسي شلومو جانور عبر الأقمار الصناعية من القدس شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم